اهلا بكم الى مجاز احداث افريقيا على قناة الحدث الافريقي قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون تمويل مشاريع تنموية في افريقيا بقيمة مليار دولار عبر الوكالة الجزائرية لتعاون دولية من اجل تضامن والتنمية وهي هيئة حكومية انشئت في 2020 وجاء القرار في خطاب الرئيس الجزائري الاحد قرأه نيابة عنه رئيس الوزراء ايمان عبد الرحمن الذي مثل الجزائر في القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المنعقدة في اديسابابا اعلن جيش بوركينفاس والاحد انتهاء عمليات قوة سابر الفرنسية في البلاد بعد ثلاثة اسابيع من تنديد الحكومة الانتقالية باتفاقات الدفاع التي تربط البلدين وذلك على وقح استمرار العنف الجهادي وقالت هيئة اركان الجيش في بيان ان هيئة الاركان العامة لجيوش وقيادة قوة سابر قامت هذا السبت 18 فبراير 2023 في حرم معسكر بيلازاكريه في كامبوسانا عند اطراف وجادوغو حفلا انزلت فيه الاعلام في انتهاء رسمي لعمليات القوة الفرنسية على اراضي بوركينف تظهر السبت الاف من انصار الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة اسفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق اخرى تنديدا بترد الوضع الاقتصادي والاجتماعي وباستهدافه من قبل الرئيس قيس سعيد وردد انصار الاتحاد شعارة مثل يا حكومة صندوق النقد الدولي الاتحاد دائما قوي وتونس ليست للبيع كما رفعوا لافتتنا كتب عليها لا لغلاء الاسعار وضرب القدرة الشرائية والحرية للاخ انيسة الكعبي ولا لرفع الدعم وفقا لمراسل فرونس بلس واصدر الرئيس التونسي السبت قرارا بترد الامينة العامة للكونفيدرالية الاوروبية للنقابات استر لينش بعدما شاركت في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات وقالت رئاسة الجمهورية في بيان بامر من رئيس الجمهورية قيس سعيد دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة استر لينش التي شاركت بمدينة اسفاقس في مسيرتنا نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر